من خارج أسوار المخيم يبدع اللاجئون في تشسيد أحلامهم التي حتى وإن كانت بعيدة عن أرض الوطن فأعمالهم حاضرة أمام العالم ببازار هدفه دعمهم ماديا ومعنويا أمل العودة يرتسم في لوحاتهم إطارات فنية تخطط بتعابيرها الوصف معروضات للعشرات من اللاجئين في بازار تنوع بين الحرف اليدوية والمطرزات وحتى المأكولات أعمال صنعت بأياد تتحدى المستحيل الأرباسك الدمشقي تقريباً فنية الأرباسك الدمشقي هو مهنة يوموية عمره 1400 سنة ما زلنا بنشتغل فيها لنحافظ عليها ومشاركتنا بالبازارات اللي احنا حتى نظل مستمرين بها المهنة ونظل نعرف فيها الوقت اللي بنشتغل شيء ونطلع لبرة على البازار ونبيعه نستفيد كتير من سعره من قوي من راس المال ونستفيد كتير يعني أنا كمان شخصياً أحلامي أنه أرجع على بلدي بازار مع اللاجئين بنسخته العاشرة يدعم المشاريع اليدوية لـ 35 منصة عرض بتنظيم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مبادرة تساعد المشاركين في ترويج أعمالهم لطار النور وتعبر عن أحلامهم ولكن بلغة أخرى 35 مشارك مختلط من جميع الجنسيات اللي متوفرين عندنا علومات عنهم كحرفيين أو فنانين أو من خاج المخيم ومن داخل المخيم فعندنا مشاركين من المخيمات الأزرق والزعتري زي ما عندنا لاجئين من سكان عمان أو المؤسسات اللي بتشتغل مع اللاجئين والمجتمع المستضيف بعمان وبالزرقاء وبإربد وغيرها من المحافظات في الأردن ومع انتهاء فعاليات البازار يبقى حلم العودة هو عنوان خطواتهم المقبلة أعمال هي الشاهد على ما بقي من ذكريات في الوطن وفصاحة صمتهم تقول وللحلم بقية من عمان آية السيد هنا القاهرة عاصمة الخبر